نظمت مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتنسيق مع جامعة قناة السويس وبنك الطعام قافلة طبية وغدائية شاملة مجانية إلى قرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية تحت شعار وطن واحد تم خلال القافلة الكشف على 590 حالة وتوزيعه سندق مواد غدائية على أهالي مركز القصاصين كما قدمت القافلة الكشف الطبي مع صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية في إطار الدور المجتمعي والمشاركة في المبادرات القومية ورئاسية الهادفة لتنمية الإنسان المصرية والارتقاء بمستوى معيشاته في القرى الأكثر احتياجا وعلج المرضى غير القادرين وتوصيل الاحتياجات الغدائية لمستحقيها عنا النهاردة إن شاء الله بنقدم الخدمة لكل أهالي مركز ومدينة القصاصين قرية الشروق عزبة الهوانية القافلة الطبية التي تضم كل التخصصات بها صيدلية متكاملة بها أكثر من 120 صنف يتم توزيحهم بالمجان على الموطنين والحالات التي تحتاج لتدخل جراحي يتم توزيحها على المستشعيات الكبرى بالإسماعيلية هذه القافلة طبعاً فيها كل تخصصات فيها أدوية مجانية لو في هناك حالات حرجة أو في حالات مرضية شديدة بتحول إلى الجامعة لعمل الإجراءات الطبية اللازمة لها طبعاً هذه القافلة الطبية للمرة الثانية وإن شاء الله بإذن الله تعالى فيه قافلة غزائية هتنزل وتتوزيح على أهلنا نشكر لكثرة والناس المحترمة اللي جبلونا مجابلة محترمة ونصرفونا علاج ونشكر السيد الرئيس